أولا يا أستاذة دعاء ويا كل الأمهات والأباء اللي بيسمعونا واللي عندهم أطفال في نفس المرحلة العمرية اللي هو بنت حضرتك بتقولي عندها سنة سنة ونص لا سنة تنوع الأطعمة عند عمر سنة أمر ضروري جدا وتنوع الأطعمة هنا احنا بنتكلم عن فكرة أنه الأنواع المتاحة للطفل في هذا العمر والأنواع دي مش قليلة زي ما حضراتكم فاهمين أو زي ما حضراتكم ممكن تتصوروا احنا بنبدأ الأكل الخارجي مع الطفل بجانب طبعا الرضاع سواء الطبيعية أو الصناعية بعد نهاية الشهر السادس وبنبدأ زي ما اتفقنا دايما بحاجات بسيطة زي الكوسة المسلوقة والمهروسة واختيارات محددة جدا كوسة مسلوقة ومهروسة جزرة مسلوقة ومهروسة أو حتة جزر يعني ممكن بطاطس مسلوقة ومهروسة بس مهروسة قوي تمام ويعني العصائر اللي هي زي مثلا عصير أر برتقال أو عصير التفاح تمام كده بعد كده الدايرة بتتسع لأنواع كتير قوي عنده عمر سنة لا الطفلة ممكن تاكل حاجات كتير قوي ممكن تاكل كل أنواع الخضروات سواء منفصلة أو مع بعض بس ما يزيدوش قوي يعني زي شربة الخضار ما يزيدوش مثلا عن ثلاث أنواع بالنسبة لأطفال في العمر ده ممكن طبعا خلاص ممكن أنها تاكل الأسماك اللحم الأبيض بتاع السمك ممكن تاكل اللحم الأبيض ده مفيد جدا للسمك للطفلة في العمر ده بتاع السمك ممكن كمان تاكل اللحوم سواء اللحمة المفرومة ودي اختيار ممتاز جدا جدا للأطفال في العمر ده أو لها ما تتعامل مثلا كفتة أو تتعامل عصاج أو تكون لحمة صريحة بس تكون طرية قوي وإحنا هرسنها في مثلا في الخضار أو في الشربة بتاعتها ممكن كمان تاكل فراخ أكيد ممكن تاكل رز ممكن تاكل المكارونة المسلوقة ممكن تاكل كمان شربة العتس المصفاء ودي من الأكلات المهمة جدا للأطفال في العمر ده تمام ممكن تاكل حاجات كتير قوي من الفواكه يعني مفيش حاجة ممنوعة حتى البيض اللي أنا دايما أنا كنت أقول لكم بيتأجل لغاية عمر سنة يعني البيض بيبقى الأول وعدين الصفار فعشان كده إجمالا فيه مدارس طبية كده تقول نأجل البيض لغاية لما الطفل يتم سنة ممكن تاكل البيض والبيض ممكن يتعامل طبعا مسلوء وبيتهرس كده بيتفرول خالص كده أو أنه بيتعامل سكرامبلد أو يعني أنه هو مخفوق وبيكون برضو في هيئة كده قطع صغيرة قوي قوي طبعا ده ممكن فيه أنواع كتير قوي التنوع هنا أمر مطلوب وأنا عارف أن في السؤال هي بتقول مش بتاكل حاجة خالص وبترجع ملأك بس أنا هنا بتكلم أنه لا أول معلومة لازم تعرفيها يا أستاذ دعاء ويا كل الناس اللي بيتابعونا أن التنوع في عمر سنة أمر مطلوب جدا جدا شكرا